فبعدما تحدثنا عن الإمام البخاري رحمه الله بكلام مختصر موجز وأيضا تحدثنا بكلام مختصر عن الكتاب عن صحيح البخاري انتقلنا بعد ذلك للرب على شبهة منتشرة في وقتنا هذا وهي شبهة صحة نسبة الكتاب إلى الإمام البخاري رحمه الله من الشبهات التي يروجها أعداء الدين بمختلف أطيافهم منهم المستشرق ومنهم المنصر ومنهم منكر السنة ومنهم الروافض ومنهم غير ذلك من أهل الأهواء والضلال فمن أعظم وأكثر الشبهات التي ينشرون حول صحيح الإمام البخاري وذكرنا أنهم يركزون على البخاري لأنهم إذا أسقطوا البخاري أسقطوا كل كتب السنة لأن صحيح البخاري هو أصح كتب السنة عند هذه السنة فإذا أسقطوا هذا الكتاب أسقطوا الموطأ وصحيح المسلم والسنة الأربعة والمساديد إلى غير ذلك ولهذا هم يركزون الحديث على البخاري رحمه الله من شبهاتهم التي يروجون يقولون أن نسبة الكتاب إلى البخاري لا تصح بعضهم يجعل البخاري نفسه أسطورة بعضهم يقول لا يوجد شخص اسمه محمد بن إسماعيل البخاري يقول لك أسطورة وخرافة صدقتمها وبعضهم يقر بوجوده لكن يكذب ويشكك في نسبة الكتاب إليه يقول لك الكتاب لم يكن في زمن البخاري بعد زمن البخاري بقرون عجوا ناس اختاروا كتاب ونسبوه للبخاري ولو يقولوا كتاب وضعه البخاري كذا 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 والدليل على هذا قال لك أنه لا يصح إسناده أو لا تصح نسبته إلى البخاري لماذا؟ لأننا لم نجد نسخة مكتوبة بخط البخاري لكتابه فلما لم نجد نسخة مكتوبة بخط البخاري لكتابه إذن هذا دليل على عدم صحة نسبة الكتاب لصاحبي وهذا كلام باطل وهذا الشرط شرط باطل لأن الكتب المنسوبة إلى أصحابها بالأسانيد الصحاح كموطأ مالك وغيرها من الكتب لا يشترط فيها أن توجد في زمننا هذا أن توجد نسخة مكتوبة بخط المؤلف هذا ليس بشرط ثم إن وجدنا نسخة ما الدليل على أنها بخط المؤلف لا يمكننا أن نحكم الآن بأنها بخط المؤلف وإنما الذي استطعوا معرفة هذا هم أهل ذلك الزمن أهل زمن البخاري ولا مالك ولا مسلم يعرفون يميزون بين خط شخص وغيره وخاصة التلاميذ المقربون الملازمون للعالم يعرفون خطه ويميزون بين خطه وخط غيره فالشاهد أنهم لأجل هذا شككوا في صحة الكتاب قلت لك مكين الشيء اسمه صحيح البخاري هذا إذا سلموا بوجود البخاري وإلا بعضهم يقول لك البخاري نفسه أسطورة خرافة تؤمنون بها ولم يوجد شخص عبر التاريخ يسمى بهذا الاسم المهم على كل حد نحن الآن في الجواب على هذه الشبهة اللي هي صحة نسبة الكتاب البخاري أول شيء يرد به عليهم نقول لهم قلت لك لا توجد نسخ لا بخط البخاري ولا بخط غيره شيء نسخ ديال هد الكتاب في زمن البخاري مكيناش في زمن البخاري لا يوجد شيء اسمه هذا الكتاب اللي كتسميه الجامع الصحيح المسند المختصر قال لك هذا لم يوجد في ذلك الزمن وإنما وجد في زمن المتأخرين هم الذين أخبروا به ومن بعد تناقلوه جيلا عن جيل لكن في عهده وفي القرى التي بعدهما كان شيء اسمه كتاب البخاري تقدم معنا الرد الأول على هذه الشبهة لأنه وجد جزء من صحيح البخاري قريبا من عهد البخاري رحمه الله وقد أثبته وأقر به عدو من أعداء الدين مستشريخ كافر ليس بمسلمين أثبت وجود جزء من صحيح البخاري وجدها في مكتبة من المكتبات يعني خط قديم يعود إلى القرن الثالث أو الرابع هذا واحد ثانيا واحد المسألة قوية جدا رددنا بأعلى الشبهة ليش أن صحة الكتاب لا تتوقف على وجود نسخة مكتوبة في ذلك الزمن لماذا؟ لقرأ شيء شوية علم الحديث يعرف لماذا؟ لأن هذا النوع من أنواع إثبات الكتب يسمى بالوجادة هذا طريق من طرق التحمل يسمى عند أهل الحديث بالوجادة شو الوجادة؟ يعني أن نجد كتابا مكتوبا بخط معين في ذلك الكتاب أن هذا كتاب فلان مثلا الناس في ذاك الزمن إلا القى الواحد منه وتشف زمن الرواية لو أنه شو باش تعرفوا أن هذا الوجادة غير معتبرة شتوف زمن الرواية مازال كتب تدون؟ كتب السنة تدون؟ لو أن أحدا وجد كتابا لقاه تالف ولا لقاه في شبلاصة ولا هدى وذلك الكتاب فيه أحاديث يرويها شخص بأساندها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر ذلك الكتاب فيه هذا ولا في بدايته في أول ولا في آخره أن ذلك الشخص الذي يروي ذلك المرويات هو مالك مثلاً ولا مسلم ولا البخاري لأي شخص كان عرفنا اسمه في بداية الكتاب ولا في آخر الكتاب أن صاحب المرويات هو فلان ووجدناه إما بخطه ولا بخط غيره هذا الوجادة هذه طريقة ضعيفة من طرق التحمل بمعنى أن للقاه هذا الكتاب عند أهل الرواية لا يجوز له أن يرويه بسنديه عن ذلك المصنف لا يجوز هذا اللي لقى الكتاب ما عنده لا إجازة ولا شيء غي وجادة لقى الكتاب أنه يجي ويقول عن فلان هذا صاحب الكتاب عن فلان عن فلان إلى آخره كي يعتبروا هذه الوجادة طريقة ضعيفة من طرق تحمل من طرق أخذ الأحاديث طيب شنو الطريقة المعتبرة عندهم اللي هي الأعلى عند الجمهور هي طريقة السماع تحمل بالسماء شنو السماع أن يجلس الراوي في حلقة الشيخ ويسمع منه ومن فيه حدثنا فلان عن فلان سمعته فلان ولا عن فلان إلى آخره أن يسمع هذه كتسمى طريقة السماع وكين طريقة أخرى تليها اللي هي طريقة العرض وتسمى القراءة لهي العكس أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع عند الجمهور هذه في المرتبة الثانية ومنهم من سوى بينهما الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن القراءة روي عنه أن القراءة أقوى من السماع وروي عنه أنهما في درجة واحدة فالمهم هجج الطرق هي التي كانت طرق معتبرة كانت طرقا معتبرة عندهم إما السماع أولى العرض السماع يعني طالب يسمع من فم الشيخ والعرض بالعكس طالب يقرأ والشيخ يسمع ويقول له نعم أي بمعنى يقره على ما يقرأ ويقرأ عليه مروياته كيقرأ عليه مرويات ديال الشيخ وعاد بعد ذلك تأتي في المرتبة الثالثة الإجازة الإجازة اللي هي الإذن بالرواية يعني أن الشيخ يأذن لطالب بأن يروي عنه مروياتي كيقول فلان واحد كيجي عنده كيقول يا شيخ أجيزني كيقول لي أذنت لك أن تروي عني مروياتي مثلا البخاري في زمانه بعدما دون الصحيح ممكن يجي عنده طالب ما يسمعش منه يكون مزروب ولا ما عنده وقت ولا ويقول لي يا شيخ أجيزني في رواية كتابك عنك هذا الجامع الصحيح يقول لي أجيزت لك أن تروي عني الجامع الصحيح فحينئذن ذلك الطالب كيمشي البلاد المصر ولا في ممشى وكيقول عن البخاري لاحظنا ما كيقول سمعت ولا يقول قرأت عليه لأنه لم يسمع ولم يقرأ وإنما يقول عن فلان عن هذه تستعمل في الإجازة كما تستعمل في غيرها فهالطرق معتبرة لكن الوجادة اللي كان هضروع ليها ضعيفة غير معتبرة عند أئمة الحديث أنا ما تلقيت مع البخاري ذلية ما سمعت منه وما قرأت عليه إلقيت نسخة من سوبة البخاري فيها ما يدريني أنه أكتب البخاري ويكتب شيء أدخل بل ما شاء أدخل أكتبه ونسبها للبخاري فإذن هذه الوجادة اللي هما كيقلبوا عليها وبغوا يلزمون بها هي أضعف طرق التحمل إحنا عندنا ما هو أوثق من الوجادة اللي هو أش اللي هو الأسانيد المتصلة بالسماع وبالقراءة إلى الإمام البخاري أسانيد متصلة ومتواترة مش غير طريق الآحد عشرات الأسانيد ولا عشرين لا بالمئات بل بالآلاف الشي تلاميض البخاري اللي رأو عليه البخاري بعده بالآلاف كما ذكر القضي عيات يتجاوزون الألف إذن هاد الأسانيد المتصلة المتواترة بالسماع وبالقراءة يعني عندنا أوثق من الوجادة أننا لقوا نسخة من سوبة الفلان ما يدرينا أنه أكتبها ولا أكتباش ولهذا دبحت في الوقت الحديث دبالآن إلى شي حد إلى شي حد وجد مخطوطة شو معي دبالشي حد وجد مخطوطة عد عثر عليها من سوبة إلى عالم مثل من سوبة ابن تيمية ولا ابن عبدالبار لقاها في خزانة من الخزانات العامة ولا الخاصة من سوبة لواحد العالم ولكن هذا المخطوط الذي وجده في في كتاب معين مثلا وحد الكتاب عنوانه كذا هذا الكتاب غير معروف في كتب فلان في كتب عبدالبر مالذي يرجع المؤلفات دياله كذا التي ذكرها لا نجد فيها هذا لكن لقنا في المخطوط نسبته لابن عبدالبر مثلا فالمحقق هذا مالذي يحقق الكتاب ماذا يقول؟ يقول منسوب لفلان لا يجزم بأنه له لأنه وجده في المخطوط منسوبا له ولا يعرف هذا الكتاب لفلان في مؤلفاته في المؤلفات اللي ذكرها تلاميذه وتلاميذه وتلاميذ ما ذكرونش هذا المؤلف هذا فبالتاليش كي يجي يقول هذه المخطوطة وجدناها كذا يحققها ويخرجها ويطبعها ويقول وجدناها منسوبة إلى فولا كتنسب ليه واش في إعلان دياله مش دياله الله أعلم تنسبوا إليه إذن فالوجادة هذه ضعيفة إحنا لكان عنا غير وجادة ما غير نصدقوش هذا الكتاب ديالبوغ ما نصدقوش أنا غير نقوله منسوب ما ندريش كله وضعوه لكن عند الأسانيد المتصلة البالغة مبلغ التواتر كما سيتبين لكم بإذن الله فإذن هذا الرد على هذه الشبهة دي إذن نقول صحة الكتاب لا تتوقف على وجود نسخة مكتوبة في ذلك الزمن خاصة نلقى هذا الأمر الثاني أمر الثاني اللي كنا ختمنا به أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود هذا القاعدة شنو بغينا نرد بها بغينا نرد بها على وحد الناس الجو قال لك لا توجد نسخة ألبتتا نفهوا بالقطع بالقطع علش نفهوا بالقطع لأن المستشريقين وذوك الباحثين ديالهم ما لقاوش هل عدم الوجود يستلزم عدم الوقوع عدم الوجدان بمعنى عدم العثور على الشيء هل يستلزم عدم وجوده في الواقع أنه ما كنش لا يستلزم فقد يكون في خزانة خاصة مغلق عليه في قصر من القصور لعند ملك من الملوك لعند الكفار في بلاد الإسلام التي استعمرها الكفار ونحو ذلك فإذا عدم العثور على كتاب لا يعني بالقطع عدم وجوده هذا الأمر الثاني هذا الأمر الثالث الأمر الرابع الذي يرد به عليهم كان قولوا لهم اعلموا هذا لتطمئنوا أنه قد وجد في القرن الرابع القرن الرابع قريب في مكان الإمام البخاري في قرن الثالث توفي في منتصف القرن الثالث في القرن الرابع بعض العلماء ترجم للبخاري وذكر من مؤلفاته الجامع الصحي هو العالم من علماء القرن الرابع وترجم الإمام البخاري وذكر من مصنفاته الجامع الصحي هذا هو ابن النديم ابن النديم في ترجمته للإمام البخاري وكان مراه قريبا منه في القرن الرابع أشقال؟ قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغير البخاري من علماء المحدثين الثقات وله من الكتب كتاب الصحيح أكد قال وله من الكتب كتاب الصحيح بعده مباشر وعاد زيادة على ذلك أدب النديم لترجم له كان وراقا بمعنى كانت الحرفة ديالو نسخ الكتب وراقا بمعنى ينسخ كان نساخا كي ينسخ الكتب وكان متهما بالتشيع هذا ابن النديم صوره هذا كان متهما بالتشيع ده الأصل أنه يعادي البخاري ولا لا يعاديه وكي يقول ومن كتبه الجامع الصحيح والأصل في أنه مخالف لمنهج البخاري البخاري سني وهو متهم بالتشيع فهذا يؤكد صحة نسبة الكتاب للبخاري مما يؤكد ذلك هذا الأمر الخامس وجود المستخرجات على الجامع الصحيح قريبة من زمن البخاري في القرن الرابع التاية شنو هي المستخرجات؟ المستخرجات يقرؤها الطالب في الكلام على أنواع العلو العلو النسبي العلو نوعان العلو مطلق في الكلام على أنواع العلو كين واحد نوع من العلو كي تسمى العلو النسبي العلو النسبي ياش هو؟ هو أن نجد بعض المحدثين بعد زمن المصنفين يرويون تلك الأحاديث التي يرويها مصنفون من مصنف البخاري ولا مسلم ولا غيره نحن نأخذ البخاري أنموذجا فيوجد محدثون بعد الإمام البخاري يعني يكونوا في طبق التلاميذ البخاري ولا في طلبق التلاميذ البخاري ولا من دونهم وش كيف يرويوا ذلك الأحاديث اللي كان في البخاري ولكن من غير طريق البخاري يدزوا من طريق آخر ويلتقون مع المصنف والبخاري في شيخه أو شيخ شيخه وفيه المصافحة وفيه الاتفاق مع أحد المصنف وفيه البدل أنواع دي العلو النسبي فالشاهد هذا كي يكون تلميذ في الطبقة دي التلميذ البخاري ولا من دونهم وكي يروي تلك الأحاديث لفصح البخاري مثلا عن شيوخ آخر ليس عن البخاري لأن هذا الأحاديث لكي نفل البخاري يحدث يقول عنف لا عنف وشي البخاري بوحده لكي يرويها لا أكيد رواها عن أولئك الشيوخ طلبة آخر مثلا من اللي غير قول البخاري يقول حدثني محمد بن يحيا محمد بن يحيا الشيخه هذا شيخ محمد بن يحيا وش حدث غير البخاري هذا أوجده الله في الدنيا بشي قرغي البخاري ويموت رواها هذا الأحاديث رواها لجمعين من الطلاب منهم البخاري ولهذا ديك الأحاديث في صحيح البخاري كذلك للقوا بعض من كان في طبقة تلامي البخاري ولمن دونهم يروونها عن أقران البخاري ماذا عن البخاري عن أقرانه على شيوخ أخرين من أقران البخاري ماذا معنا أقرانه؟ أي يتلقوا على نفس الشيوخ اللي تلقى عليهم البخاري وكي يتلقوا فيه مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه أو ما فوق ذلك واضح؟ هذه تسمى المستخرجات هي الكتب المؤلفة بعنوان المستخرج على الصحيحين المستخرج على البخاري المستخرج على مسلم ونحو ذلك مستخرجات هذه يرويها من دون البخاري يعني من جاء بعده يروي تلك الأحاديث ولكن من غير طريق البخاري كيروي لك بإسناد آخر عن شيوخ من أقران البخاري من الأقران ديره يعني تلقوا هووياهم عن نفس المشايخ ثم بعدي كيأتي لإسناد البخاري إما كي يتلقى مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه ولا كي يدوز من طريق قراء هذه كتسمى المستخرجات هذه المستخرجات وجدت جملة صالحة منها على صحيح البخاري وفين في القرن الرابع ما شيف قرون متأخرة لا قريبة من البخاري مستخرجها قريبة لزمن البخاري منها مثلا في القرن الرابع والخابس منها مثلا المستخرج الإسماعيلي معروف مشهور مستخرج الحافظ الإسماعيلي الجورجاني توفي سنة 71 وثلاثمائة 391 فش توفي إذن كان عيش على الأقل في بداية القرن الثالث ويروي مستخرجا على البخاري إذن هذا الدليل على أن الكتاب كان موجودا لو لم يكن موجودا لما روا مستخرجا عنه كذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم كذلك بعده الحافظ أبو أحمد بن الجهم الغطريفي نسبة إلى جده غطريف الجورجاني هذا رفيق أبي بكر الإسماعيلي تهوته في سنة 377 سبعة وثلاثمائة يعني في القرن الرابع وهو أيضا له مستخرج على البخاري وأيضا الحافظ أبو عبد الله بن بلال بن عصم المعروف بابن أبي ذول تهو له مستخرج على البخاري متوفى سنة 78 وثلاثمائة في القرن الرابع تلتمية وثلاثمائة وسبعين وغيره كثير الحافظ أبو بكر بن ماردويه الإصباهاني المتوفى سنة 416 بداية القرن الخامس وغيرهم كثير إذن هذه المستخرجات المتداولة الكثيرة تدل على وجود الكتاب أنه كان موجود ومتداول لو لم يكن موجودا لما أمكن أن يجعل عليه مستخرجا كيف يجعلنا مستخرجا على شيء معدوم والناس خدامين كيدلوا المستخرجات هذه لا يمكن أيضا مما يدل على هذا وجود كتب الأطراف في ذلك الزمن المتقدم في القرن في بداية القرن الخامس وجدت كتب الأطراف كتب الأطراف هي الكتب التي يقتصر فيها أصحابها على طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده يعني كي يكون الغرض من كتب الأطراف هو جمع الأسانيد ولهذا هدو كصحاب كتب الأطراف أشكي يدركوا يدركوا وهي جزء من الحديث وهي واحد القطعة مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما ليكون من رئيما وغير يذكر لكي إنما الأعمال بالنيات ثم يذكروا الأسانيد التي جاء بها الحديث إنما الأعمال بالنيات وهذا الجزء يدل على تتمته على بقية الحديث كتب الأطراف هذه كتب الأطراف في زمن متقدم جدا وجدت على الصحيحين على البخاري ومسلم من ذلكم ما وضعه أبو مسعود إبراهيم وابن محمد بن عبيد دمشقي المتوفى سنة 401 على الصحيحين كتاب من كتب الأطراف وضعها للصحيحين على البخاري المسلم وأبو محمد خلف بن علي الواسطي المتوفى في نفس السنة أيضا له كتاب من كتب الأطراف على الصحيحين ويلحقوا بهذا كتب الرجال تصوروا ألف كتاب من كتب الرجال في بداية في آخر القرن رابع صاحبه متوفى في آخر القرن رابع يعني أنه ألفه وسط القرن الرابع غالبا هذا كتاب بش معتني برجال البخاري بالرجال الذين روى لهم البخاري في الجامع الصحيح إلا كان هذا الجامع ما كينش كيف الإنسان غير ألف كتاب في آخر القرن الرابع على رجال البخاري وما كينش كتاب اسمه البخاري لا يمكن هذا الكتاب هو كتاب الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم الإمام محمد بن إسماعي البخاري في جامعه لأبي نصر أحمد بن محمد المتوفى سنة 98 و 300 آخر القرن الرابع إذن هذه كل هذه المستخراجات والأطراف وتراجم الرجال ومنهم رجال البخاري كلها تدل على أن الكتاب كان متداولا عندهم إذن فالحاصل أن إنكار تواتر الجامع الصحيح مكابرة من ينكر ذلك فإنه يكابر ولهذا مما جاء بالأسانيذ الصحاح عن أبي محمد المزني أنه هذا توفي سنة 64 و 200 يعني أمر البخاري بتقريبا بـ 8 سنين باش توفي 8 سنوات بعد البخاري توفي 124 و 60 هذا أمر أن يكتب له كتاب الله تعالى وصحيح البخاري كان من الأمراء أمر أن يكتب له كتاب الله صحيح البخاري بماء الذهب كتاب الله تعالى وصحيح البخاري في زمنه وقصتهم شهورة معروفة متداولة الأمر الثامن هو الذي ذكرناه قبل ونرجع إليه لمزيد بيانه اعلموا أن العمدة في صحة نسبة كتاب البخاري إليه كما قلناش هو اتصال الأسانيد وعدالة الرواة وضبطهم بل إن الأسانيد في ذلك قد بلغت مبلغة التواتر تتصل من زمن المؤلفين إلى من زمن شراح مثلا شراح البخاري من زمن الحفظ الحجر وما قبل الحفظ الحجر إلى الإمام البخاري ومن زمننا هذا إلى زمن البخاري رحمه الله بالأسانيد الصحيحة المتواترة إلى الإمام البخاري رحمه الله وإلا ركاتكم في آخر الدرس الماضي لكي قل لنا لخصنا القون نسخة مكتوبة بخط المؤلف كنقول لهم دبا القرآن كيف صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عن جبريل عن ربي العزة سبحانه وتعالى كيف كيف صح هذا هل عندنا نسخة مكتوبة باخطى رسول الله أو باخطى أبي بكر أو عمر باخطى الصحابة ليس عندنا إذن وبالتالي بناء على ذلك نقول القرآن غير صحيح لأنه مع النجم نسخة مكتوبة من زمن الصحابة دبا طيب كيف نثبت أن القرآن كلام الله قطعا هو الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم باش عرفنا هاتش كيف نجزم بذلك بالأسانيد المتواترة لأن هذا القرآن نقله لنا جيل عن جيل ليس أفراد جيل جيل الصحابة كامل نقلوا لي من بعده ومن بعده داك الجيل اللي من بعده جيل التابعين نقله لي من بعده وهكذا إذا بقى القرآن متواتر في زماننا ما يقدرش يحد يزيد فيه كالما ولا بل ما يقدرش يحد يغير شكله يغير فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا لا رأى كيف ما في زماننا هكذا رأى كذلك في الزمن قبلنا وفي الزمن قبل من قبلنا وقبل من قبلنا إلى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بنفس تواتر داب الآن ما يخبرش يحتضي غير فيه للجيل السابق الجيل اللاحق العفوة والجيل الآته غشي واحد يبدل ويعطيه الجيل اللاحق ما يستطيع ماذا يستطيع لأنهاش متواتر راء كذلك في العصور السابقة في الأجيال السابقة هكذا وصل إلينا بال��안 كذلك صحح الإمام البخاري من زمننا إلى البخاري نسبة له بالتواتر من زمننا إلى زمن البخاري فنسبته إليه متواترة كتواتر القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذه جملة من الأمور التي تدل على صحة نسبة الكتاب إلى الإمام رحمه الله والرد على شبهات أنه لا توجد مخطوطة ترجع إلى زمن البخاري وبالتالي في الكتاب غير صحيح هذه جملة أوجه يرد بها على هذه الشبهة ننتقل الآن للجواب على بعض الشبهات المشهورة على كتاب البخاري رحمه الله بعض الأحاديث لكي نعف الصحيح أولا قبل هذا اعلموا أن هؤلاء الناس عدوا لكي نتقدر ذكرتهم منهم المتنصرون منهم الكفار أعداد دين أصلاً المستشرقون بمختلف توجهاتهم وأفكارهم منهم يهود ومنهم نصر ومنهم من الذين له ومنهم من ينتسبون لإسلام من منكر السنة ومن الروافض ومن تبعهم من بني علمان وغيرهم اعلموا أن هؤلاء أول شيء عندهم أول ملحوظة تلحظونها فيهم وفي منكر السنة أنهم متناقضون أول أصل ينشرونه يشككون إما في وجود البخاري ولا في صحة نسبة الكتاب إليه كيقولوا ما كنش حاجة كأسطورة اخترعت ونسبت إلى شخص يقال له البخاري هذا الأمر الأول ثم بعد ذلك تجدهم يأتون إلى أحاديثة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطعنون فيها وبالتالي يطعنون في دين الإسلام لأننا نجد ممن يتمسك بهذا أهل التنصر المتنصرون تهم تجدهم في قنواتهم ومنابرهم يأتون بأحاديث من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ليشككوا في إسلام كله أدوك عندهم غرض تشكيك في إسلام بمعنى ينسبونها شوف ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم كيتعمدوا ينسبوها باش يطعنوا في الإسلام كيقولوا هذا نبيكم لك تأمنوا به هاش كان كيف يفعل كذا وكذا كان قولوا لكم أنتم أصلا تشكيكون في نسبة هذا الكتاب للبخاري وتشكيكون في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف في موطن تشكيكون تقولوا هذا أسطورة وكذب وما كينش ثم من جهة أخرى تحتجون بالأحاديث على بطلان الإسلام كتقولوا هذا الأحاديث المنسوبة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا مما لا يليق نذكر لكم بعض الأمور وبالتالي فهذا دليل على بطلاني هذا الدين الذي يدين به أهل الإسلام فإذا لابد أن تثبتوا على شيء واحد ما وقعتم في التناقض إذا كنتك تقولوا لا يصح نسبتها للبخاري ولا البخاري أسطورة ولا الكتاب للأسطورة لا حقيقة لها فلا يصح لكم بعد ذلك أن تنسبوها للنبي والطعن في محمد عليه الصلاة لا مفدين الإسلام بالكلية فثبتوا على واحد من الأمر لكن لها وقع وقريب من هذا من ينكر السنة هذا ما شيء هذا ينسبون الإسلام فينكرون السنة ويستدلون على إنكارها بالسنة صور التناقض هو ينكر يقولك ما كينش حاجة اسمي السنة ويستدل على إنكارها بالحديث كان قلوا لي ما الدليل على أن السنة ليست بحجة ولا يجوز اتباعها ويقولك الحجة يا القرآن كينش لا يوجد شيء مع القرآن القرآن ولا حجة ما كينش حاجة من تسنة والحديث قلنا ما دليلكم على ذلك دليلنا على ذلك قل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحو لاحظ قلنا لهم هذا الذي استدللتم من القرآن ولا من السنة هذا الحديث الذي استدللتم بها في القرآن ليس في القرآن طيب فين ورد ورد في السنة إذن أنتم لا تحتجون بالسنة وتستدلون بها على السنة على السنة نفسها هذا التناقض بعينه استدلوا بالحديث على إنكار الحديث إذا كنتم تنكرون الحديث فهذا من جملة الأحاديث هذا يجب أن تنكروا هذا براسو تنكروته ولا يعنinkكم تأمنوا بأن النبي صنقاله ولا بأنه حجة ولا بأنه يجب العمل به لأنه وحالك أي أنه يجب العمل به لا يجب أن ن نعمل به مع أن أهد السنة يجمعون خلاص بين الحديث وبين الأحاديث الأخرى لأن أحاديثنا فيها رسول الله عن كتابة السنة ومن بعد أذن في ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة في أول الأمر خشية أن تختلط عليهم بالقرآن لكن لما ثبت الأمر وميزوا بين القرآن والسنة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لهم فقهاء وعلماء الصحابة في كتابة السنة لم يأذن إذن مطلقا للجميع وإنما أذن البعض الصحابة الذين يميزون أذن لهم في كتابة السنة فقال لعبد الله بن عبد العاص وغيره ممن أذن له في كتابة السنة وبين الكعب أكتب فوالله ما خرج مني إلى الحق ولا من فيي إلا الحق عليه الصلاة والسلام فالشاهد هذا قلت شبيه بهذا التناقض الذي يقع فيه هؤلاء ثانيا الأحاديث التي ينسبونها للبخاريين التعليف البخاريين لم ينفرد بها البخاري لابا شوفوا اتباع له لابا أمالك يجب غوش كوك في البخاري يقول لكم البخاري روى لكم حديث كذا وكذا وهذا الحديث لا يصح وذلك الحديث لم ينفرد به البخاري لكن هم رقلنا قصدهم ماشي البخاري قصدهم أبعدوا من ذلك بغوش كوك في البخاري وبينولك أنه كذا وعاد من بعد يطعنون لك في سائر كتب السنة وإلا لو كانوا صادقين يقولوا هاد الحديث من فارتش به البخاري رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأحمد في المسند وابن ماجه التلميذي والنساء وآخره لكن يتعمدون ذكر البخاري وحده ليبينوا شذو ذا أن هذه غيشة ججبها هو بوحده اختارها من نفسه وأتى بها ليسهول عليك تضعيفها لأنه إلا قالوا لك هاد الحديث رأواه فلان وفلان وفلان ذكروا لك عشراء ولا عشرين قد تقول وما يمكن شهدوا كلهم غلطوا لكن ملك يذكرون البخاري وحده يسهل عليك أن تصدق دعواهم ولهذا الأحاديث كل اللي كشك فيها لم ينفرد بها البخاري رواها غيره موجودة في سائر كتب السنة لكن يتعمدون إفراد البخاري بها ثالثا يقال لهم هذه الأحاديث التي توجد في الصحيح في الجامعة الصحيح لإمام بخاري رحمه الله وتنتقدونها لم ينسبها البخاري لنفسه بل رواها بالأسانيد المتصلة الصحيحة التي توفرت فيها شروط القبول والصحة على أتم الوجوه وفي أعلى الدرجات أتم الوجوه وأعلى الدرجات التي اشترطها علماء الحديث موجودة في أحاديث البخاري المتصلة ماشي المعلقة ماشي في البلاغات ولا في الأسانيد المتصلة موجودة فيها تلك الشروط المشترطة على أتم الوجوه وأعلى إذا نبتري فهو لم يأتي بشيء من جيبه هو يروي أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنتم تشككون إذا بهدوا إلى كانوا صادقين وبغوا يشكوه واش في الحقيق يخصهم يشكوه في البخاري وليشكوه في الرجال الذين يروي عنهم البخاري إذا ما خصكم اشتعزلوه بوحده هو كيروي ما سمع سمعت فلانا عن فلانا عن فلانا إذا فوجب أن تطعنوا في الرجال الذين يروي علوم البخاري ومنهم العباد والزهاد والأئماء والصالحون والعلماء في زمن تابعين وتابعين إلى زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكن ما يستطيعون ذلك دايما يعزلوا البخاري بحل وغي بوحده اللي عنده أثر في هذا الحديث بوحده اللي عنده علاقة وارتباط في هذا الحديث مع أن البخاري رغي طرف الحديث والطرف الخر رفيه فلان وفلان وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عزلت هذا الطرف الأخير وهذا الطرف هذا التهور روا عنه هذا الكتاب غيره فإذا كنتوا بغيتوا تعزلوا الخار ركاين مر البخاري من روا هذا الكتاب عن البخاري رواه عنه تلامده تلامده رواه رواه ذلك الكتاب لمن بعدهم وهكذا إلى زمننا هذا لكن يتعمدون إفراد بخاري كأنه الذي جاء بشيء جديد لم يذكره غيره واعلموا أن أكثر الأحاديث التي ينكرونها إنما ينكرونها لعدم فهمهم لمعانيها لأنهم ممكن ينكروا الشيح حديث ويعلنون بتعليل علمي ما كتلقاش عند منكري السنة بمختلف مذاهب لأن من اللي كنقول فهذا السياق منكرو السنة ألا هم مذاهب مختلفة توجهات مختلفة هادو اللي كي يذكروا السنة بمختلف كي اللي ما كي ينتسبش الإسلام أصلا وكي اللي كي ينتسب الإسلام هؤلاء كل أحاديث اللي كيردوها هل يردونها بضابط علمي مبني على شروط وضوابط قبول الأحاديث عند علماء الصنعة أبدا كيردوها لأنهم لم يفهموا معناها إما جهلا وهذا قليل أو تجاهلا لمعانيها لأن معانيها قد بيينت من أهل العلم وهم يغضون الطرف عن ذلك البيان وتلك الأجوبة الدامغة الواضحة ويتمسكون دائما بالمعنى الذي يفهموه فالغالب كي يكون ذلك المعنى اللي يفهموه معنى سطحي واحد المعنى سطحي واحد المعنى ظاهر في غير سياقه هم فهموها كذا وبقاهم تمسكين به جاءتهم الأجوبة الكثيرة جاءتهم ولم يقبلوها قيل لهم هذا المعنى السطحي اللي فهمت ورى ما شيء هو المقصود رى المراد هو كذا وكذا بدلالة السياق وبدلالة كذا وكذا 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 هذا هو المراد ردوا تلك الأجوبة كلها لم يقبلوها ولم يجيبوا عنها بأجوبة علمية ليتهم أجابوا عنها جاء وقالوا الجواب الأول ضعيف لكذا وكذا والجواب الثاني ضعيف لم يجيبوا عنها بشيء وبقاهم تمسكين بالشبهة كيخليوا ذلك الأجوبة جانبا وكيجيوا عند العوام وعند الأتباع ويكررون عليهم الشبهة بصورة عصرية جديدة والشبهة كانت قديمة بوحد الصورة مناسبة لدك العاصر وده بولت بصورة عصرية كتناسب الوقت وكتناسب كده وهي نفس الشبهة تتكرر وتتردد وأجاب عنها أهل العلم قنيد قديما وفندوها طيب ناخده من بين الشبهات من بين الشبهات أنهم يدعون أن البخارية روا حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار لكن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن ينتحر طيب نتكر لكم المقطع جاء في صحيحي البخاري ومغن طولش نمشي المحل الشيء الحديث طويل هذا الحديث الحديث المذكور في قصة بدء الوحي غيجي معاني إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية الكتاب البخاري في قصة بدء الوحي لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنت بغار حراء الليالي ذوات العدد أن يتعبد فأتاه جبريل أول ما نبئ صلى الله عليه وسلم أول ما يكون نبي أول ما ينزل عليه جبريل بالوحي فأنزل أتاه جبريل وأنزل عليه قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر القصة المشهورة المهم مما جاء فيها دبها هد القصة شكولك يرويها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وعائشة رمح دراتش وما كانش ديك الساعة لكن روالها الخبر من كان حاضرا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عود لها القصة و هي عودتها أو غيره ممن كان يعرف القصة وهذي كتسمى عندنا مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة مقبولة قبولة إذن عائشة كتحدثنا بالقصة اللي وقعتنا عند بدء الوحي من يالله بغيت نزل عليه الوحي أول مرة لما كان بغار حراء وجاءه جبريل والقصة مشهورة القصة طويلة في الخرد نجيكم من محل الشاهد قال فقال ورقة لما ادت خديجة رضي الله عنه فلما ادت خديجة ادت خديجة الورقة بن نوفل وكان نصرانيا لما أخدته إلى ورقة كان من جملة ما جاء في الحوار بينه وبين ورقة قال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يقصد جبريل يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي فترقليلة توفي ورقة قال جاء في الحديث قد قل عائشة وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم زيد مورها في البخاري هكذا فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال واضح المعنى فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبداله جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة وحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبداله جبريل فقال له مثل ذلك إذن كي قلوا هذا الكلام اللي اسمعته للخر حاولنا باسم الاتحار وهذا لا يلقب مقام النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا إذن شقلك قللك هذا الحديث فيه تقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه طعن في رسول الله فكيف تقبلون الطعن في رسول الله في هذا الكتاب لكي تنسبوه وبالتالي فالكتاب كله ساقط الجواب أولا على هذا أن هذه الزيادة فيما بلغنا من زيادة الزهري ولا تصح سندا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لأن هذا قوله فيما بلغنا شو إحنا كان قرأوا الحديث وما مدازو ما فهموه شو مراك يقرأوها في الصحيح لما من يجاورة قرأوا فيما بلغنا ولكن ما حاولوش يوقفوا يقولوا شنو معنى هذا فيما بلغنا وش كلك يقولها من قال فيما بلغنا وشنو معنى وجب أن تستوقفهم العبارة قبال ميدوزو غدا منه مرارا تأدي توجب وقفة لغنا هذا الزهري والزهري وليك يروي الحديث عن عائشة هذا الحديث الزهري يرويه عن عائشة ولهذا العبارة المدرجة تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة يتحنث الليالي يدوات العدد وفيها والتحنث التعبد هذه وهو والتحنث التعبد الإدراج هذا عبارة مدرجة ممن؟ من الزهري كيشرح فيها التحنث قال وهو التعبد فهذا كلام عائشة انتهى عند قولها وفتر الوحي فطرة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم نقطة انتهى كلام عائشة هد فيما بلغنش كيدكر كيدكر الزهري وحد تتم دي الحديث بلغته من طرق أخرى وصلته ولكن منسبهاش لعائشة ما قالش سمعت ذلك من عائشة ولا عن عائشة لم ينسب ذلك لعائشة لكن بلغه من طرق أخرى هد الزيادة اللي فيها فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد وهد الزيادة التي بلغت الزهري من غير طريق عائشة قد ضعفها العلماء وردت من طرق ضعيفة علاش؟ لأنها لم تصح إسنادا لعائشة ما صحش الإسناد ديالا من الزهري إلى عائشة رضي الله تعالى بل الذي صح عن عائشة أن كلامها توقف في قولها وفتار الوحي فطرة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ إذن فيما بلغنا كلام الزهري بلغه ولم يذكر إسناده ما قالش عن فلان عن فلان عن فلان وقد وجدت بعض طرقه في بعض كتب الحديث لكنها ضعيفة لا تصح طيب قد تقولون علاشة زيادة ذكرها البخاري الجواب لأنه رواها هكذا عن الزهري فهو ذكرها كما رواها عن الزهري ونسبها للزهري لم ينسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء قديما يقولون من أسند لك فقد أحالك وهو هدك الجامع الصحيح لسمه الصحيحة شوى هو الأحاديث المسندة وش هي أحاديث المسندة؟ هي المنسوبة المضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلا أحاديث المسندة هي المرفوعة والمسندة للنبي عليه الصلاة والسلام أما كلام مسند للتابع من التابعين ولا غيره فكيبقى كلام ينسب إلى فلان صح أو لم يصحره فلان قالوا فلان قال بلاغنا كذا وكذا ولكن لم يذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى من رواع الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صحابي أو غيره وبتريك تسمى البلاغات هذا بلاغ من بلاغات الزهري ولا يصح نسبته لعائشة رضي الله تعالى عنها إذن فهو ضعيف إسنادا عند عامة المحدثين قديما هذا واحد سلمنا نجيه مع الناس يقول لك لا هذا تكلف وتمحل معنا مقرر في كتب الحديث وما فيش أدنى إشكال والبلاغات إن شاء الله يتكرر معنا ونعرفوها وركة تقدمت معنا مرارا في أحاديث الموطأ لكن سلمنا جدلا نمشي معاهم بعيد أنها صحة وبغينا نجاوبوا عليها عنا أجوبة نجيبوا بها عن ذلك أولا هد بلاغنا كذا كذا أنه غدا كي يترد هذا ما يسمى هذا يسمى همّا همّا صلى الله وسلم بذلك والهم لا يعتبر ذنبا الهم لا يعتبر ذنبا ولهذا لما ذكر الله تعالى عن يوسف عليه السلام قال ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربي لم يذكر الله تعالى أنه وقع في ذنب يوجب التوبة ولهذا ما ذكرش أن يوسف تاب لربه ما ذكرش التوبة ليلو علش لم يذكر توبته لأن الهمّا لا يعتبر سيئة وقد جاء في الحديث من همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَاعَمِلَهَا كَتَبَهَا ما ذكره له سيئة واحدة هذا واحد ثانياً هذا الأمر الذي وقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه في بداية نزول الوحي يالله نزل عليه مرة واحدة جبريل وفتارة الوحي من فترة تأخر نزل لي جبريل مرة واحدة ونبعد تأخر الوحي منزلش فالنبي صلى الله عليه وسلم مهتم لذلك إذن هذا كان في بداية الأمر طيب في بداية الأمر هل كان محرمًا عليه كان محرمًا على رسول الله صلى الله وسلم حينئذ أن يقتل الإنسان نفسه هل هذا لم يكن محرمًا في بداية التشريع والبراءة الأصلية تقتضي عدم التكليف عدم التكليف حتى يأتي ناقل وهذا رف بداية التشريع ما زال ما كنش المحرمات اللي احنا كنعرفو والنبي عليه الصلاة والسلام نبياً يلا الله نزل لي الوعي فصار نبياً ما زال حتى الرسالة لم يؤمر بها التبليغ ما زال ما أمروش الله بالتبليغ لم يأمر الله بالتبليغ ما زال اقرأ هذه النبوة من بعد عاد قل له قوم فأندرياء المدرخ عاد صار رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ إذن ففي بداية الأمر لم يكن هذا محرمًا عليه وبالتالي لا يجوز الطعن فيه صلى الله وسلم بشيء لم يكن ممنوعًا عليه هذا إذا سلمنا ثم إنه كما قلنا مجرد هم في بداية الأمر يا الله نبئ صلى الله عليه وآله وسلم مجرد هم وهذا الهم جائز في حق الأنبياء ولا يعتبر من قصة فيهم ولا ذنبًا ولا ذنبًا ولو كان ذنبًا لأمر الله يوسف عليه السلام أن يتوب إلى الله منه وغير ذلك من الأجوبة في هذا البلد فالمقصود هذا كله إلا سلمنا صحة الرواية مع أنها لم تصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا بلاغ مذكور لكنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشبهة الثانية التي تروش قال لك وهذه تايمن يروجها المتنصرون كثيرًا متنصرون هذو قاعد يدعونها للنصرانية ويجيوا للأحاديث وعلاش وماش غرضهم غرضهم أن يشككوا المسلمين في دين الإسلام دبًا وغرضوا غرضوا كي يقولك أنت مسلم تؤمنوا بالسنة بالأحاديث آجي نقولك الأحاديث أشفيها فيها كده هل تقبلوا هذا وكدجي شوية العاطفة والناس يصدقون ذلك من الدعاوى التي جروا بها كثيرًا من الناس قال لك الأحاديث المنصوبة النبي عليه الصلاة والسلام كين ألفاظ منصوبة النبي عليه الصلاة والسلام فيها بذاءة فيها كلام فاحش فيها بذاءة بمعنى كلام فحش لا يليقوا بمقام رسول الله في الأحاديث ديلكم منصوبة النبي ثم كيجوا يحرقوا الناس العاطفة واشتلي تقبلون أن ينسب لنبيكم هذا القول أنه قال كده وأحيانا ربما يجروا الناس بدولهم بهذا يقول لهم هل تقبلون أن يقول لنبي طيب هذا الكلمة يقولوا الناس هتزالكلمة قبيحة أم لا حسنة قبيحة هل تقبلون أن يقول لنبيكم المرسال المنزى المقدسة لا نقبل هيا كين في الحديث فتح لي يا سيدي هيا كين في صارع مقاري وكين في صارع مسلم وبعد ذلك الإنسان يسلّم لأنه يسلّم بالمقدمات وغير يسلّم بالنتيجة ويقع في الفخ المسلم لا لا يقعوا منه هذا المسلم يتثبت يتثبت إذن من جملة ما ينكرون نبي يقول لك إنه وحد الألفاظ بذيئة في الأحاديث لا تريخ هذه الدل على أن تلك الأحاديث لا تصح نسبتها لنبيكم أو هذا يطعن في دين محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم أصلا لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم طيب من تلكم الأحاديث نماذج كثيرة لكن منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى معز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لعلك قبلت دبادة في معرض القضاء بتصور معي السياق هذا معز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه زنى أنه وقع في الزنى وديننا جاء بضرء الحدود بالشبهات ولهذا أي وحد كي يجي لنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حدا من الحدود النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعجل إقامة الحد دايما يتثبت كي قلت الصحابة استنكهوه لعله شريب شيئا لا يدري ما يقول بعد ذلك يتثبت منه صلى الله عليه وسلم لعلك كذا لعلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات الحدود وضعت زواجر مش وضعت في الأصل مش المقصود الأصل منها إقامتها المقصود منها في الأصل زجر الناس وردعهم مش ميقعش في المخالفة فجاء عنده معز أقر على نفسي بالزنى فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد دفع الحد عنه أو ربما الإنسان قاع يكون دارها وبغير يتراجع ويتوب بنوا بين الله ممكن أه ممكن داره بغير يتراجع ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت في كل ذلك يقول له لا يا رسول الله قال أنكتها جاء في الرواية لا يكني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكني صرح صلى الله عليه وسلم أنكتها بمعنى أواطئتها أواطئتها أجامعتها احترازا من أن يكون مسها ولا قبلها ولا ناغرة إلى عورتها لأنه ممكن الصحابي في بداية فيسام ما أعرفش يظن أنه لا اختلا بها أو نظر إلى فرجها أو لمسها وقبلها يظن أن هذا زنا يجب لحد مع أنه لا يجب لحد فالنبي عسلم يريد أن يتثبت منه في معرض القضاء وفي معرض البيان فقال صلى الله وسلم لم يكني قال أو ابن عباس قال قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه قال نعم أي جامعتها وطئتها وصرأتها عليه الصلاة بالعبارة الصريحة طيب غير يقول لك هذه العبارة أنكتها لما سأله قال هذا يدل يعني هذا الحديث فيه نسبة وحد اللفظة بذيئة فاحشة لنبيكم وبالتالي واشتقبلون أن يقول نبيكم مثل هذا الكلام كلام فاحش في عرفهم والجواب عن هذا عن هذه الشبهة أولا يقال لهم اعتبار الكلمة بذيئة أم غير بذيئة في ذلك الزمن يرجع فيه لأهل الاختصاص لأهل اللغة واش هي في زمنهم كانت بذيئة أو غير بذيئة يرجع إلى أصل الكلمة وإلى مواضع استعمالها وإلى تطورها في ذلك الزمن الأول وعند الرجوع لأهل اللغة مالك الرجوع لأهل اللغة لا نجد أحدا منهم اعتبرها كلمة بذيئة اللغة منهم مثلا الإمام الأزهري أبو منصور الأزهري يقال وهو يتكلم على هذه المادة يقال نكح المطر الأرض إذا اعتمد عليها ونكح النعاس عينه إذا غلب بمعنى ناكح بنفس المعنى كما يقال نكح المطر الأرض أي اعتمد عليها يقال ناك المطر الأرض أي اعتمد عليها ونكح النعاس عينه ويقال ناكالنعاس عينه بنفس الاستعمال نكح بل في زمان هذا الشفوق لكي من الناس يتحرج اعتمد عبارة النكاح بالنسبة له هي عبارة بذي أفاحشة غل ما خلاش بالزفنة يتجرؤ على ذلك أنها مذكرة في القرآن لذكرها في القرآن ما قدروا شيء يتجرؤ ولكن عبارة أخرى استطاعوا أن يتجرؤها وإلا ركي عند بعض الناس في أعرفهم عبارة النكا عندهم عيب وهم يقرؤونها في القرآن ويتعبدون لله بها في الصلاة ويسمعونها في المحارب في الصلوات ولكن فيعتبرونها كلمة بذيئة إذن على هذا ننسب البداءة إلى الله تعالى الله عن ذلك يعني بناءً على هذا على هذا لازم نقوله على الكلام البديء لا ما تمشون توم السنة هو كين على عرف بعض الناس اللي يتحرجوا من كلمة النكا كين تفل القرآن بناءً على مذهبكم هذا كذلك ذكر هذا الجوهري وذكره ابن منظور وغيره قال الجوهري رجل نائك من النيك ونياك شدد للكثرة وقال ابن منظور النيك معروف والفاعل نائك وتنايك القوم غلبهم النعاس لأن هدناك وناك حيأتي لمعانن ناك نعاس عينه أي غلبة وناك المطر الأرض أي اعتمد عليها ونكح الرجل امرأته جمعها ووطئها لمعانن وقال الفيروس أبدي ناك هينك وجمعه إلى آخره إذن هذا واحد ثانياً باش نعرف الكلمة واش مقبولة ولا غير مقبولة ده برجعنا كنتكلم على الاصل ديالهف ذك الزمن يعني الجوهب الثاني لنعرف أن الكلمة مستهجنة ولا غير مستهجنة أو مقبولة أو غير مقبولة يرجع في ذلك للعرف ومعلوم أن الكلمة قد تكون مقبولة عند عرف ومستهجنة عند آخرين فكون الكلمة مقبولة ولا غير مقبولة مستهجنة ولا غير مستهجنة يختلف من مكان إلى مكان في نفس الزمن ويختلف من زمان إلى زمن شو يختلف من مكان إلى مكان في نفس العصر لا ممشو العصر أخرى عصر واحد وممكن تكون الكلمة هذه بذيئة عند قوم وعادي عند قوم آخرين كيف نعتش أو لا؟ بل في البلد الواحد كلمة بديئة عند قوم وعادي عند قوم الآخرين فكيف لو اختلف الزمن هتشرى زمن واحد واختلف غير المكان أما لا دازت قرون من الزمن ممكن تكون الكلمة عادية في ذلك الزمن عند قوم ونفس القوم هم نفسهم بعد أزمينة صارت الكلمة عادية عندهم فإذا هذا الأمر وهو الحكم بالاستيجان الكلمة وعدم استيجان يختلفوا باختلافه الزمان والمكان واضح؟ فهذه العبارة في زمنهم كانت عبارة توازي في وقتنا النكاح أنكتها يعني أناكتها أو واطئتها هذا بعبارة الوطع مقبولة أو لا لا في الجملة مقبولة واطئ الرجل وزوجتك قال في المساجد بقبولة ولكن قد يعبروا بعبارة أخرى نفس الدلالة لها نفس المعنى لا فرق بينهما أبدا تدل على نفس المعنى ولا تكون مقبولة وضع المعنى إذن ذلك يختلفوا باختلاف باختلاف العرف ولهذا الطالب أحيانا في البلاغة يقرأ مثلا يعبروا بالجماع عن الوطع كناية فالطالب قد يستشكل يقول كيف يعبروا بالجماع عن الوطع وطال الوطع براسون عبروا به عن الجواب لأنه كان في زمانهم عبارة الجماع أخف من عبارة الوطع في ذلك الزمن عبارة الجماع أخف واضح لأن جامع الرجل يجامعها جماعة ما فيهاش تصريح بالوطع ما فيهاش تصريح واضح لأن الجامعة فلان فلان جمع جاء معه، أي كان معه في نفس المكان، اجتمع معه في نفس المكان، ليس فيها تصريح بالوطع، اللي فيه تصريح بالوطع هو كلمة الوطع، وضع المعنى، ولهذا قد يعبر بلفظ الجماع كناية على وطف ذلك الزمن، إذن فهذا دليل على أن استهجان لفظك يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، هذا الأمر الثالث، أمر الثالث، ذلك السياق اللي بديت ليكون به، شنو هاد المقام، المقام اللي نبيع عليهم سولوا هاد سواء شمقام؟ مقام القضاء، أنا ما قامت بمقام القضاء، ومقام إقامة حد من الحدوء، أعتقد الحد هذا الرجل كان متزوجاً، إقامة حد شي يقتضي، يقتضي إزهاق روحه، واش إزهاق الروح سهل، غير من قولوا نسولوا العبارة واش صريحة ولا كنائية، هذا مقام إزهاق روح، حينئذين من اللي يقول مقام إزهاق روح، مقام قولوا نشوفوا الألفاظ، واش اللفظ هذا مناسب ولا غير مناسب، واش كناية ولا صالي، لا خصنا التصريح، علاش؟ لندفع الحد عنه بأدنى شي، ربما يكون قصد معناه آخر، فخصنا هنا التصريح، خصنا هنا التوضيح، إذ تدرأوا الشبهات يدرأوا الحدو بالشبهة، واش من المعنى؟ فمقام القضاء يقتضي هذا البيان، وليهذا أهل العلم كيدكروا التفزمان هذا، إلى كأن القاضي ترفعت لي واحد القضية، وكانت واحد العبارة فيها إجمال ولا إبهام بالنسبة للقاضي، فيها إبهام، عبارة اللي كيعبر بها المدعي ولا المدعى عليه، عبارة مبهامة ولا عامة، أخصه يتبت منه، يقول لي ش كنت تقصد بهذه الكلمات دي، كان لقيت فلان وفلانة مثلا، لقيتهم في الدار، ش كنت تقصد بلقيتهم في الدار، لقيت فلان وفلانة، واش تقصد بذلك رأيت الوطء، أو رأيت وجودهما في مكان واحد، يتثبت منه، لأنه كيختلف الحكم من صورة إلى صورة، وجدهما في مكان واحد مشية، وجده يطاؤها، فلا بد أن يتثبته، ممكن حين أن نعبر بالعبارة الصريحة، لا تكفي الكناية، لأنه مقام إزهق الروح، ولهذا قال الإمام القرطب رحمه الله، وهذا منه صلى الله عليه وسلم، أخذ لماعز بغاية النص الرافع لجميع الاحتمالات، قال لك لما سولوا ذلك السؤال، أخذ بالنص، عشن هو النص في الكلام؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كنت تسمى نص، اللفظ، الكلمة التي تحتمل معنى واحدا، لا تحتمل إلا معنى واحدا، بشي زل الإبام والاحتمال، قال القرطب وهادة منه صلى الله عليه وسلم، أخذ لماعز بغاية الصرافع لجميع الاحتمالات كلها، تحقيقا للأسباب، وسعيا في صيانة الدماء، لأن الأصل في الدماء رأي لها حرمة، أما الشيخين جونزة، قل أرواح، وقال العلمة بن وقل بن نلقن، قال لك هو دال على ما ترجم له، وهو جواز التلقين في الحدود، آها، ترجم ليه البخاري، يعني يجوز القاضي يلقن ذاك المدعى عليه في الحدود، يلقنه، يقول لي، يكما درتي كذا، يكما غي كذا، يلقنه، ويقول لي، نعم، قد يضرأ عنه الحد، على جواز التلقين في الحدود مما يضرأ به الأدى، ولفظ الزنا يقع على نظر العين وجميع الجوارح، لأنه لي قال لي زنيته، ممكن يكون قصد زنا بعينه، قال فلما أتى بلفظ مشترك، اللي هو زنيته، مشترك، لأنه ممكن يكون قصد زنا بعينه، لم يحده مقام شديل حد، حتى وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال، لأن من شريعته صلى الله عليه وسلم درء الحدود بالشبهات، فلما أفصح وبيّن أمر برجمه، وهذا دال على أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح، الناس لما كيرا عيش هد السياق مثلا لهذا الحديث، ونحويا، ذكرنا المثال البذاء، أكيد ألف أخرى، يقدر يدقى الناس فيها بذاء أو فيها فوحش، ولا تليقوا بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، فدايما لما كيرا عيش السياق، والكلام فينجا، ومثل هذه الأمور التي ذكرناه، بجرة قلم، ولا بأدنى شبه، يشكوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لاحظوا، هذا بقبال ما يسمع العام، هذه الأجوبة التي ذكرت لكم، قبل أن تسمعوها، جاء واحد يقول لكم، واش تقبلون؟ نبيكم يعبر بعبارة، هذه العبارة بالنسبة لك، قبيحة أو مقبيحة؟ ما يمكن، هل تليقى ليقولها نبيكم؟ لا، كيفاش؟ ما يمكن، وخاصة أنت عمرك ما سمعتي الحديث، وعليش عمرك ما سمعتي؟ ما عمرك ما سمعتي؟ لأنك ما قريتيش الحديث، ما تقولش لي أن الخطبة، ما كيدكروش لنا في الجماع، وانت كتحضر الخطبة للجموعة، لا تحضروا لدروسي علم، ولا تقرأوا، الحديث موجود متوافر، ها هو صحيح البخاري، كيه الموجود بين أيدينا، شر الناس اللي كيشرحوا صحيح البخاري في كل زمن؟ بالمئات، دبا في زماننا، شحال الناس اللي كيشرحوا في صحيح البخاري من أوله إلى آخره، كلمة كلمة، بالمئات، وقبل زمننا، وقبل زمن زمن، إذا الحديث راه يشرح، انت اللي ما كينش، مش الحديث ما كينش، وما كيدكروش لينا، وحنا من صغرنا، عمرنا ما سمعناه في المنبر، لأنك في المنبر كتسمع كلام يليقوا بالمقام، شي كلام كيليق بالمقام، بغيت تطلب العلم وتعرف الأحاديث وتعرف كده، هل في المنبر سمعت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخر، إذا بنت عشرين، ربعين عام، وانت كتحضر للجمعة، سمعت تفسير القرآن كله من الأول الخر، إذا هذا القرآن اللي كتقرأ له آخر، ما سمعتش كامل من الأول الخر، قد تفسير آيات منتقات ومختارة من هنا ونا، فكيف بالحديث؟ أول القرآن، وما سمعتش تفسيره كامل، فكيف بالحديث؟ إذا انتي لعمرك، ما سمعتش المشكل فيك، الناس ما خبعوا لك، وانو الأحاديثة موجودة، ومجاليس العلم معقودة، انتالي ما كتقلبش عليها، وانتالي ما كينش، ومعقودة هيا موجودة عبر هذه الوسائل، يكتب شرح صعب البخاريات القامل، ولو تلخر، ما ينقزو لك، ما ينقزو لك، عندك تظن شحديث، يقول لك، لا دا في إشكال نقزوه، ما ينقز لك، كامل من الأول تلخر، ويجي الإشكال اللي فيها، ويجاوبك عليه، دون تحرج، ولا إشكال، ولا، لكن هادي الناس ما كينين، شو كين بسعودهم بهذا؟ عمرك، سمعتني هذا؟ عمرني ما سمعته، وراه هذا في البخاري، في البخاري، وعلا، أنت شحال سامن من أحاديث في البخاري، أي الأحاديث في البخاري، في المنابر، وفي غيرها، أنت كثري الجمعة، ولا أحضرتي، ولا كان عقلك حاضر، شحال الأحاديث اللي تكون سمعتها، تكون سمعت عشور معشار، ما في البخاري من الأحاديث، إذن، الكتاب منعك شي حد أنك تقرأه، أنك تسمع الشرح، وأنك تقرأ شروح العلماء المعاصرة، وللقديم، ما منعك تحد موجود، متوفر، اقلب عليه بأدنى، بأدنى شيء تجده أمامك، بين يديك، وشري وقرأ، ما منعك حد، أنت تكون مقصرا سنوات، تكون غافلا سنوات، ما عارض فين أنت غافل، ومبعد جتل، ومتقول آه، هذا ما كانوش كيدكروه لنا، لأننا خافوا من هذه الشبهة، ومن هذه الأشياء، رأى كثير من الشباب بهذا، كي اللي ارتد، كي اللي ارتدوا عندي في إسلام، كي اللي ألعادوا، وعرفوا بعضهم، قال لك هذه الأحاديث، شبهة هذه اللي كان ذكرها، ما كانت تقالش لنا في المنابر، المنبر لا يسعى أن يقال فيه كل شيء، كي تقال فيه الكلام المناسب المقام، هو مقام العام، صلي وحد الله، تبعوا نبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يؤتى على الكتب، من أول وآخرها على المنبر، للوقص دياله وجيز، لا يمكن، وأحياناً، كي بعض الأبواب لا تناسب مقام الناس، هذه الكين عندها مجاليس ديالها معقودة لا أبحث عنها، فكثير منهم طعانة لهجلي هذا، إذا المقصود عندي من هذا، هو أن المسلم الله في المستقبل سمع شبهة وكان منصفاً، يجيش واحد يبدأ لك بشي مقدمة ديرا بحالها أو كده، ويوصل لك يقول لك وراء البخاري فيه، كده، أش الواجب؟ مش الواجب أن تسلم بهذا، تقول باللاتي، لعل الخلال فيه، أي هو لشك عنده خلال صاحب شبهة وصاحب هاوة، هذاك صاحب هاوة، مدام بغيط عليها في الحديث صاحب هاوة، فإذا الخلال فيه، ما فهمتش، مش ينسول على الحديث، فين جاء السياق دياله، شنو معناه، وعلاش عبّر بتلك العبارة، وكذا، ما سبب ذلك، ما علته، من أين جاء، ما سياقون، سوال، بحث ونقلب، لكن ما الذي تأخذ ذلك النتيجة مسلمة، رأى مشكلة، نافين كي يكون المشكلة عند الشباب، كي يبدأ ذلك مقدماً لولا التانية، كي يجيبك الثالثة، يوقعوك في الفرق، بالصح، والله إذا الحديث، كنت من شين ذلك ساعة تقلب، غيروش كين في البخاري، ولا لا، المعنى صافي، المعنى سلمت به، وإذا وفقت عليه، ومقاش عندك إشكال، شرحوا لك هو، كما لو شرحوا لك ابن محاجر، بقالك، غيرت تسول، وشد الحديث كيتكت، تسولك، تلقاه كينها في البخاري، صافي، يزداد يقينك، هذا كين في البخاري، وذلك المعنى الذي قيل لك، لماذا قبلته؟ وليهذا واجب على الناس التثبت، ومن هذا انكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه جميل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ليصلكم كل جديد.